السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير عندك حاجة مستعصية وعايز تطلبها من ربنا أقول لك الدعاء الأمثل الأكمل الجميل الرائع المجرب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز ربنا عز وجل لما ذكر في سورة التوبة قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الآية دي تبين لك حاجات جميلة جدا والذكر ده يبين لك حاجات هنستفدها الآن الأمر الأول أن حسبنا الله ونعم الوكيل مش بتتقال بس في دفع الضرر في دفع الظلم عن الإنسان دي ممكن تقال في جلب المصلحة طبعا أغلبنا وكلنا عارفين أن حسبنا الله ونعم الوكيل بقولها لما يكون حد ظلمني وده معنى صحيح ما فيهوش مشكلة ربنا عز وجل في سورة آل عمران قال الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار لكن حسبنا الله ونعم الوكيل بس مش بتتقال لما يكون حد ظلمني ده لما أكون طالب حاجة من ربنا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل لما أكون عايز منفعه ربنا ينفعني بيها ما فيش مشكلة أقول حسب يا الله ونعم الوكيل الأمر الثاني أن اللي بيفرق كتير جدا في استجابة الدعاء أن يكون عندك يقين في الله عز وجل هم قالوا كده وده مستفد من الآية ما قالوش نحن إلى الله راغبون قالوا إن إلى الله راغبون إن إنما هي في اللغة حرف توكيد فهم أكدوا على الرغبة في الله عز وجل وأكدوا أنهم متيقنون في الله عز وجل وأن عندهم ثقة كبيرة جدا في الله عز وجل الأمر الثالث أيوة في النهاية أنت بتلجأ إلى الله أيوة بتاخد بالأسباب أيوة بتعقلها ولكن بتتوكل على الله وده نستفيده من قوله إن إلى الله راغبون نحن لا نرغب في البشر ولا نرغب في أحد ولكن نرغب في الله في النهاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله أيوة باخد بالأسباب أيوة بخطط لكن في النهاية بترك النتائج على الله عز وجل إن إلى الله راغبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته